سعادة بوجودك معنا وخليني أبدأ معك من يعني أبل ما أتكلم على الشباب بالجزادة عايزة أسمع تقيمك للمطش إيه اللي لنا وإيه اللي علينا هل أهلي لعب جيم كويس وإيه اللي جيم وحش هل تعادل بالنسبة لنا خسارة ولا ممكن يخش في حساب المكسب بما أنه كل الفرقة الكبيرة في أفريقيا بتعاني بس عايزة أعرف الأول لو أنت في قط اللبس إيه أكتر حاجة هتحب أو هتركز عنك تشتغل عليها في أسبوع ما قبل بداية انطلاقة مشور كاس العالم طبعا يعني النادي الأهلي قال فترة اللي فاتت المشكلة الأساسية أن الناس بتقارن ما بين السنة اللي فاتت والخمس بطولات والسنة دي دايما نحن نتطمعين جمهور الأهلي وعايزين الأحسن دايما يعني نتعودين من النادي الأهلي على البطولات فالبداية بتاعتنا كانت السنة دي كان لها ظروف معينة أن أنت بادئ بمطش وبطولة وكنت كويس في المباراة إنما ما كانش فيه توفيق فخسرت البطولة النادي الأهلي متشوق إلى بطولة يعملها السنة دي ويدرب بيها البطولات كمان بتاعت السنة اللي فاتت ويمكن دي كلمة اللي زي ما أنت قلت كابت الخطيب قالها السهل أن تصل لقمة بس صعب حفاظ عليها فأهم حاجة لازم دايما اللي عيبة تحس أن مهما عملت هي ما عملتش حاجة يعني دي خلاصة الكلام لازم يبقى فيه دايما دوافع موجودة والمفروض إن لعبة النادي الأهلي دايما عندهم الدوافع الدافع الكبير هو الجمهور اللي وراه جمهور كبير بتاع النادي الأهلي سواء جواه مصر أو بر مصر دايما متعطش البطولات قدر لعبة النادي الأهلي وتشيرت النادي الأهلي إنه دايما بيبقى عليه ضغط كبير جدا إنه لازم يحق Lokường من هنا لازم اللعبة تحس بالموضوع ده. فلو أنا في قط اللبس خلال الفترة اللي جاية دي أولاً المفروض إن اللعيبة يعني دخلة تلعب بطولة كاس عالم الأندية أرقع حاجة ممكن لعيبة يوصلها على مستوى الأندية. أصعب مستوى منافسة. أصعب مستوى مستوى عالي. لو نجحت يعني في أنك أنت توصل لتلات مباريات. لو خدت تلات مباريات. بالزبط. هيبقوا أقوى تلات مباريات في الموسم كله. ولو لو كسبت التلات مباريات دي هتحقق إنجاز كبير جداً هتحسب للجيل ده. اللي محدش عمله قبل كده. فمن هنا العيبة لازم تبقى عارفة اللي عندها الدوافع دي. لأن زي ما بقولك أنت كمان بطولة كاس عالم الأندية غير إنها أكبر منافسة. بطولة الدوري أنت كل سنة بتخش. بطولة الكاس أنت كل سنة بتخش. نفس القصة إفريقيا. أنت داخل فيها على طول. إنما كاس عالم الأندية بيبقى مرهون بإنك تكسب بطولة إفريقيا. فدي ممكن آه ممكن لا. ممكن سنة تخش. ممكن يعني سنة متخش. وارد ما تخش. وارد يعني. فدي فرصة كويسة. ممكن. وخصوصاً كمان النسخة دي كابتاً حاشيش آخر نسخة هتتقام بالنظام ده. بالضبط كده. بعد كده. هتبقى العملية. هتبقى القاعدة أوسع. مشاركة الأندية الكبيرة أكبر. فالمنافسة فيها هتبقى صعب. صعب زيادة. وممكن في بعض اللعيبة مثلاً يعني مجلهاش الحظ أنها تخش كاس عالم لأندية بعد كده. فكله لازم يعمل أولاً لناديه بطولة كبيرة وإنجاز. ويعمل لتاريخه هو. لأن الناس بتفتكر الجيل بتاع أبو تريكا. لما دخل كاس عالم لأندية الأول مرة. وحقق البرونزية. والنادي الأهلي من وقتها هو دايماً بيخش كاس عالم لأندية. فلازم الدفع يكون موجود. الدفع موجود عند اللعيبة المفروضة. يعني أنت شايف أن الناحية المعنوية والنفسية مهمة جداً في الإسبوع دا. مليون في المئة. لأن أنت بتلعب بقى نقلة تاني خالص. أنت الفترة اللي فاتت بتخش في أجواء الدوري. وبعدين تخش في أجواء إفريقيا. وبعدين ترجع للدوري. دي فترة مجمعة. بطولة مجمعة. ففترة محدودة هتنتهي وخلاص. فأنت لازم تشيل كل اللي في دماغك اللي وراء ظهرك طبعاً دوري. إفريقيا كل الكلام دا. وتركز في البطولة دي. وتركز أن أنت بتلعب زي ما بنقول في مستويات عالية. مش مجرد أن أنت بتلعب ماتش في الدوري. ممكن لسه الدوري طويل. النهاردة بتتعادل بكرة بتكسب تجميع النقاط. لا دي مباراة. المكسب الماتش بصلك لمرحلة تانية. الخسارة بتوديك حتة تانية. فأنت لازم تبقى أنت عندك الدفع الجامد أو تبزل كل الجهد. ما حدش يبخل بالجهد. لازم زي ما بقولك الماتشات دي. عشان منافسات عالية. بواجه فرق لها تاريخة وعلى مستوى عالي. ولعيبة على مستوى عالي. فلازم أن أنت يعني تبقى فيه تركيز وحماس وقوة. تبخلش يبقى حاجة.